المناكراي مدريدي أستاذة القانون الدستوري لو كان جعلنا اليوم محكمة دستورية هل كانت تفصل في هذا الخلاف هل عندها للنص القانوني بين الدستور والقانون متع المحكمة الدستورية كان يفصل بالطبيعة كان يفصل لأنه من أحد اختصاصات المحكمة الدستورية هو فصل النزاعات التي تطرق بين رئيس الحكومة ورئيس الجمهورية وبطبيعة الحال الفصل النزاع هذا يتم فيه أجل أسبوع ومن طرف يعني وقت اللي تتم رفع الدعوة من طرف الشخصية اللي تعتبر روحها هذا منصوص عليه فيه منصوص عليه بالطبيعة في الدستور هذا صراحة أنه يدخل شخصية الأحرص الحريصة أكثر هذا منصوص عليه في الدستور واضح وهذا ينتمي إلى اختصاصات المحكمة الدستورية إضافة إلى اختصاصات في الدستور أو في القانون المحكمة؟ لا في الدستور في الدستور اختصاص المحكمة الدستورية محدد في الدستور في الباب المتعلق بالمحكمة الدستورية يعدد اختصاصات المحكمة الدستورية اللي هي أهمها مراقبة دستورية القوانين ومشاريع القوانين السابقة والليحقة السابقة والليحقة نعم والمعاهدات الدولية والنظام الداخلي لمجلس نواب الشعب وفصل النزاعات بين رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة عندما ترفعوا الدعوة من طرف الشخصية الأحرص على ذلك فما نص واضح في هذا؟ بالدستور بطبيعا مدلك الدستور فما نص واضح يقول فصل النزاعات فصل النزاعات ومؤسف جدا نوعنتها أنه اليوم ما عناش محكمة دستورية سبع سنوات بعد المصادقة على الدستور وكل مرة تصير أزمة من نوع هذا ولا من نوع آخر ديما نقوله لو كان جات فما محكمة دستورية رانا ماناش في المأزق هذا رانا ماناش في التأويلات هذو ما كل واحد يعطي راي إلى آخره إن شاء الله اليوم نواب يفيقوا أنه أصبحت المحكمة الدستورية وإرساء المحكمة الدستورية ضرورة قصوى اليوم رئيس الجمهورية هو المؤول الوحيد للدستور والله الساعة رئيس الجمهورية هل يمارس في حقه؟ رئيس الجمهورية ساعة ماش فصل يقول رئيس الجمهورية يؤول الدستور الدستور يقول كونه رئيس الجمهورية هو الضامن لاحترام الدستور هو الضامن الدستور يصهر على احترام الدستور لكن هذا نفهم منه أيضا أنه رئيس الجمهورية هو أول شخصية اللي مطالبة باحترام الدستور لكن يأول شنوعه؟ يعطي التأويل المتاعه لكن بحكم منصبه كرئيس الجمهورية هو اللي مش يجزم تأويل المتاعه هو اللي مش يمشي في نهاية الأمر مش يمشي عليش على خطره فماش محكمة دستورية هي اللي مش تعطي راهها نهارت اللي تولي عندنا محكمة دستورية تأويل المحكمة الدستورية هو الذي يعتد به لأنه قرارات المحكمة الدستورية وأرأها ملزمة لجميع الصلط بما فيها رئيس الجمهورية مونيك راي مدريدي وسادة القانون الدستوري وقت الرئيس الجمهورية قول مثلا اللي عليهم شبهات فسادة وتعلق بهم قضايا ما أديوش القسم قدامي هل هذا الدستوريا مسموح به له؟ هذا ساعة موقف مهوش تأويل هذا موقف من رئيس الجمهورية قال أنه اللي عندهم شبهات فساد ما يديوش اليمين قدامي هوني نحب نعرج على نقطين على مسألة الشبهات هذية وعلى مسألة تأدية اليمين الدستورية اليمين الدستورية إجراء جوهري ما عندوش رئيس الجمهورية فيه حتى دخل لقبوله أو لرفضه مع أنت كيف نقرأه الفصل تسعة وثمانين من الدستور في فقرة الخامسة واضح جدا يقول يؤدي رئيس الحكومة وأعضاء الحكومة اليمين أمام رئيس الجمهورية إذن الصيغة وردت في معنتها العبارة وردت في صيغة المضارع يعني الجزم كي أنه أمر رئيس الجمهورية لا يتدخل في سواء قبول أو رفض أداء اليمين هو في اختصاص مقيد يقول اليوم رأه رئيس الجمهورية إذا كان ما يقبلش الوزارة لأداء القسم يعتبر في وضعية ارتكاب خرق الجسيم للدستور ما ينجرى عليه؟ ما ينجرى عليه حتى شيء بالطبيعة على خطر ما فاميش محكمة دستورية مش تحكم على على رئيس الجمهورية يعني لماذا هو يأول الدستور واحده اليوم؟ على خطر ما فاميش محكمة دستورية اللي تجم هي تحكم بالإيدانة يعني العزل في صورة ما إذا قرر مجلس نواب الشعب بأغلبية الثلثين أنه هناك خرق جسيم للدستور لكن هوني نحب نقول أنه إذا كان قرر أنه ما هوش بش يستقبل الناس هذوما للوزراء هذوما ومش يرفض أداء اليمين هو مش يفكرون في حالة خرق واضح للدستور لكن الخروقات هذية متع الدستور يعني الخرق الجسيم اللي سماه الدستور مهما كانت درجة خطورته معنتها ضعيفة ولا قوية رأه ما يسقطش بمرور الزمن يعني نهارة لتجي محكمة دستورية عامين ولا ثلاثة أسنين أخرين تجم تحكم على رئيس الجمهورية بخرق الدستور لاحقا لاحقا بطبيعة خطرة لا تسقط بمرور الزمن هذه التونك هو في المنظام بتاعه قاعد يخدم وموجودة محكمة دستورية من حقها ومن واجبها ومن مشمولاتها أنها تنظر في كل الخروقات اللي يرتكبها رئيس الجمهورية واللي صوت عليها مجلس نواب الشعب خطر نحب نذكر هوني فما زوز مسارات فما مسار برلماني وفما مسار متاع المحكمة الدستورية المسار البرلماني هو أنه تم لائحة الإمضاء على لائحة لمساءلة رئيس الجمهورية من أجل الخرق الجسيم للدستور اللائحة هذه ممضات من طرف 109 النواب ويتم التصويت عليها بثلثي أعضاء مجلس يعني 145 لائحة معللة وإذا كان تم التصويت عليها على الأقل ثلثي الأعضاء تتم إحالتها إلى المحكمة الدستورية اللي وحدها تحكم بالإدانة أو عدم الإدانة سراح بن عشور قال هناك الاستحالة نجم إذا كان ما أدوش القسم أم رئيس الجمهورية قد نعتبر أنه في حالة في وضعية استحالة أداء القسم وينجم ربما في قراءة أنهم يمشوا يبشروا مهامهم دون أداء القسم في حالة صحب الثيقة ومسألة رئيس الجمهورية وصحب الثيقة أحنا في حالة استحالة فعلية أنه معناش محكمة دستورية إذا النواب نجمه يتكاو على هذا 145 حالة استحالة صحب الثيقة من رئيس الجمهورية هذا ما يدور في الكواليس هو حالة استحالة موجودة حالة الاستحالة لكن مش كيمة حالة استحالة متاع عزل رئيس الجمهورية حاجة اختيرها يسرها ومش حاجة سهلة كيمة حالة استحالة إجراء بسيط يعني كان نجم رئيس الجمهورية يقبلوا من غير معنتها ما يشد في رأيه هذا اللي متعلق بيهم شبهات فساد ويتعديوا يبشروا مهامهم مباشرة هو الحل الأقصى هذا يعني ماذا بينا ما نخلطولوش موجود مدام رئيس الجمهورية عنده عدد من الأسلحة القانونية والدستورية اللي يستعمل فيها من الجهة الأخرى أيضا عندهم أسلحة قانونية ودستورية نجموا يستعملوها؟ بطبيعة فما أسلحة قانونية لكن أنا نعتبر كونه هنا كيف مش تعمل إجراء المستحيل مكش مش تخرق الدستور لأنه إجراء يؤدي إلى معنتها مباشرة وظيفة ما هوش حاجة لمخترى اللي تجم تبرر بيها مثلا أنك تعديت شوية على الإجراءات الدستورية مفيهاش خرق أما تعديت عليها شوية أما كيف مش تعمل إجراء المستحيل لعزل رئيس الجمهورية هوني فم خرق فادح للدستور خاطر ما فماش محكمة دستورية هوني نحب نذكر مثلا وقت معاينة شغور رئيس الجمهورية الراحة المرحوم بيجي قاية سيبسي الله يرحمه تم الالتجاء إلى الهيئة الوقتية لمراقبة دستورية مشاريع القوانين لمعاينة الشغور كانوا نجموا وقتها أنا كنت حاضرة يعني في الكواليس وقت كنت نخدم في مجلس نوب الشعب كانوا ينجم رئيس البرلمان وقتها ما يلتجأش إلى الهيئة الوقتية لأنه هوني فم معاينة 11 مليون تونسي يعرفها كونه رئيس الجمهورية توفى لكن مشكلة توا معناتها ما تجمش تعطي اختصاص ولا تتجاوز اختصاص المحكمة الدستورية وقت اللي هو منصوص عليه صراحة بالدستور شنو الفرق أنه الجلسة العامة تفا نص للونص ولا نص للدرجين ولا لحدش ونص شنو الفرق في التعاطي معها في أداء اليمين الدستورية أمام رئيس الجمهورية وتسمية الوزراء هو الجلسة العامة أنا في رأيه الشخصية كنت عبرت عليه من وقت التحوير الوزيري متعصيل حبيب السيد كونه لا داعي لجلسة عامة لمنح الثيقة رغم اللي هي موجودة بالنظام الداخلي اللي مجنسوا بالشعب لكن صارت الجلسة العامة هذه اللي اعتد به هو تاريخ انعقاد الجلسة موش تاريخ انتهائها ولا التوقيت انتهائها تاريخ انعقاد الجلسة هو 26 جنفي موش 27 جنفي الفاصل تسعة وثمانين هوني يحكي على أنه يؤدي أعضاء اليمين أعضاء الحكومة اليمين فورا وتتم تسميتهم هذا الفاصل تسعة وثمانين من الدستور تسعة وثمانين من الدستور فورا نستعمل عبارة فورا مع أنت الصندلي شو مع أنت الصندلي هوني فهم النص يقول صندلي لكن فهم زاد العرف والممارسة وقت اللي صاروا التحويرات الوزيرية وقت يش تم أداء اليمين ما فاتوش ثلاثة ايام را موكب أداء اليمين ما فاتش ثلاثة ايام في إطار الفورية في إطار الفورية هذه هي الفورية مخصوصة علىية في الدستور تجم بعد نهارين ولا بعد ثلاثة ايام على أقصى تقدير هذا هو ما زلنا في أجل النهارين نحن باعتبار أن المراسلة اللي بعثها للتوضيح ليس الجمهورية المشكل مش في الأجل مثالش خوذ وقتك لكن أعطيني الرؤية وضوح الرؤية اليوم ما نعرفوش هل أنه رئيس الجمهورية مش يقبل ولا مش مش يقبل يعني مزلنا في التخمينات ينجمي تراجع على رأيه ينجمي تمسك برأيه يعني اليوم ما مزلنا فما غموظ فما ضبابية يزمنا نعرفوها اليوم بيش نعرفو عليش قادمين وكهو لكن نحب نقول أنه رئيس الجمهورية ماذا بيه اللي كان يحكم منطق الدولة ويقبل أنه الأعضاء هذو ما يؤديوا لو يمين عليش يقبل على خاطر رئيس الحكومة وحده يقعد يتحمل مسؤوليت الأسماء اللي اقترحها وإذا كان ثبتت عليهم نهار بالقضاء لأنه كل متهم بريء حتى تثبت إدانته بالقضاء أنهم عندهم فساد معاًش نحكيوا على شبهة عندهم فساد وإلى حكمة ضدهم المحكمة يتحمل مسؤوليت اختياره رئيس الحكومة وكيفاش مش يتحملها أو حتى بهيئة رقابة عمومية أو بهيئة مكافحة الفساد القضاء لا لا خليني معنا نحكي الحكم السياسي التأكد السياسي هو راه في السياسة فما أخلاقيات السياسة يعني من المحبذ وكيف يصير هذا في الديمقراطيات أنهم الناس هذومة اللي عندهم شبهات متأكدة معناتها مش قضائياً ماذا بينا ما يتقلدوش مهام في الدولة لكن قانونياً ودستورياً كل متهم بريء حتى تثبت إدانته فصل 101 في علاقة برفع النزاعات من الدستور ترفع النزاعات المتعلقة باختصاص كل من رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة إلى المحكمة الدستورية التي تبت في النزاع في أجل أسبوع بناء على طلب يرفع إليها من أحرس الطرفين كما قلت لك لا يا شخص الأحرس سواء رئيس الحكومة مش في باب المحكمة الدستورية وإنما يجي في باب السلطة التنفيذية لقبله أما هو بعد يتعاود في باب المحكمة الدستورية شكراً لك مناكراي شكراً جزيلاً مناكراي مدريدي وستاذ القانون الدستوري